المسيحية بتقولك تعالى ربنا عايز أولاد عايزك تتولد ولادة تانية عايزك تتولد من الماء والروح عايزك تبقى شبه ابن الحبيب يسوع احنا قديسين احنا قديسين في نظر الله وفي المقام مع الله لكن كنا قديسين في المقام مع الله ده لا يرغي ان احنا مادام قديسين نسلك في حياة القداسة ودي السلوكيات السلوكيات مطلوبة وانا باعتبر ان السلوك او الاعمال او التصرفات دي افوميتر عارف لما الساعة بتاعتك بتقف بتروح للساعات بيقولك وريني الحجر طيب الحجر فيه طاقة هل الطاقة تتشاف لا لكن يحطها على الافوميتر لو الافوميتر اتحرك للاخر يبقى الحجر مليان لو الافوميتر ما تحركش يبقى الحجر فاضي انا باعتبر ان القوة هو الايمان والايمان لا يرى لكن الاعمال ترى السلوكيات هي التي ترى عشان كده البابا شنودا المتنيح قال جملة حلوة قال الاعمال ما تدخنيش السماء وبدون اعمال السماء ما فيش يعني معناها ان الاعمال ما الا افوميتر بيقول الايمان اللي جوانا بيوضح الايمان اللي جوانا الاعمال تمجدنا امام الناس والايمان يمجدنا امام الله عشان كده المرأة الخاطئة لما دخلت بيت سمعان الفريسي يسوع المسيح بررها مرتين بررها بالايمان امام الله قال لا اذهبي بسلام ايمانك خلصك ده امام الله لكن هل يقدر يبررها بهذه الكلمة امام الناس لا بررها امام سمعان الفريسي بالاعمال قال له انت ما عملت شو هي عملت انت ما عملت شو هي عملت انت ما عملت شو هي عملت اذا هي احبت اكتر منك فاذا الاعمال هي اللي تبرر امام الناس يروا اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السموات ويقبلوا الايمان ادي كلمة انت سلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم اليها ايه الدعوة اللي احنا مدعوين لها دعوة واحدة مدعوين النصير ابناء لله بس يعني المسيحية بتقولك تعالى ربنا عايز اولاد عايزك تتولد ولادة تانية عايزك تتولد من الماء والروح عايزك تبقى شبه ابن الحبيب يسوع دي الدعوة فاذا كنا احنا مدعوين الى ابناء الله والابن دايما يشبه ابوه فالمفروض نتشبه بابونا هذه معنى الدعوة مش معقول انا اكون ابن لله وابقى كذاب لان الله ما يعرفش الكذب مش معقول ابقى ابن لله وابقى متكبر والله كلية التواضع مش معقول اكون ابن لله وحاقد وكاره والله محبة ابن لله واسلك في الظلمة والله نور يبقى اذا الامور اللي تزبط طبيعة الله المفروض انا اسلك فيها ادي معنى كلمة ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم اليها